من عمان ينضم إلينا ضيفنا المحلل السياسي والكاتب صلاح العبادي أهلا وسهلا بك سيد صلاح على شاشاتنا الغد سعيد بهذا اللقاء سيدي الأردن كيف يتعامل مع هذه الواقع أو الحادثة تحديدا الشارع الأردني هل هي واقع مدانا قانونا أو هي من بوابة العمل البطولي سيد صلاح بداية يعني لا بد أن أشير بأن الأردن ينظر إلى هذه العملية بأن إسرائيل وحدها هي من تتحمل مسؤولية التصعيد هي من تتحمل مسؤولية هذه العملية التي جاءت اليوم من قبل سائق شاحنة أردني كرد فعل جراء المجازر العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كان في قطاع غزة خلال الفترة الماضية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم أو بالداخل الفلسطيني يعني العمليات العسكرية التي هي الأولى منذ عام 2002 بمناطق الضفة الغربية وبالتالي إسرائيل هي من تتحمل المسؤولية هي من تقوم بالتصعيد وبالتالي عندما نتحدث عن هذه العملية هي كما جاء ببيان وزارة الداخلية هي عمل فردي ليست مرتبطة بأي تنظيمات أخرى جاءت من قبل سائق شاحنة أردني نتيجة رد فعل لما يشاهده على الأراضي الفلسطينية وبالتالي الإسرائيل هي تريد أن تلقي كما يقال النار في الملعب الأردني هي تريد أن تحمل وتستغل هذه العملية من أجل الإساءة إلى الأردن طيب تعلم يا سيدي يا سيد صلاح يا سيدي هناك اتفاقية سلامة ليست ذلك بين الطرفين الأردني والإسرائيلي هذه العمليات حتى لو كانت فردية وفقا للمعطيات أو تحقيقات الأولية تحرك ساكنا في هذه الورايقات تضر بها تغير ما فيها ربما تكون ذريعة للإسرائيليين لعبور بنود هذه الاتفاقية برأيك أو أن الأمر مستقر قبل الواقع أو بعد الواقع بناءً حتى نكون واضحين عندما وقع الأردن لمعاهدة السلام مع إسرائيل وقع هذه المعاهدة في إطار الحفاظ على مصالح الفلسطينيين تسهيل عبورهم ما بين الأردن الضفة الشرقية والغربية في إطار حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار تمكين الفلسطينيين من القدوم إلى الأردن تسهيل حركة النقل وإذا أردنا أن نتحدث بموضوعية منذ الوقع حركة النقل والبضائع حتى اليوم نقطة هنا التوضيح حركة النقل والبضائع كل ذلك يعني أتسأل لماذا يا سيد صلاح لأن هناك إغلاق للمعابر كل المعابر ويتم فتحها صباحاً لاثنين إلى الأفراد يعني لا تبدل تجاري ولا حركة بضائع ولا استثمارات مالية تذهب من هنا إلى هناك يعني بالتالي هناك شلل إن صحت هذه الكلمة هذا الأقل في بدايته الحركة فيها شلل ضمنها سيد صلاح يعني يعني أخي الكريم يعني مسألة حركة النقل والبضائع هي إلى مناطق الضفة الغربية وحتى نكون واضحين العملية وقعت بمعبر اللنبي هذا ما بعد الجسر الملك حسين يعني بعد النقطة الأردنية تأتي النقطة الإسرائيلية هناك منطقة لتفريغ البضائع يعني خرق أمني للجانب الإسرائيلي أيضاً يعني بأن الأجهزة التي يفتخر بها كيان الاحتلال الإسرائيلي أظهرت بأن هذا الكيان كرتوني قادر على يعني يمكن اختراقه الأجهزة لم تكشف عن السلاح الذي كان مع سياح الشاحنة وبالتالي وقع ما وقع مسألة إغلاق المعبر الأردن من يتضرر هو الشعب الفلسطيني الفلسطينيين الذين يأتون إلى الأردن منذ السابع من أكتوبر انخفض عدد الفلسطينيين الذين يأتون إلى الأردن إلى نحو 38 ألف تقريباً أسبوعياً نحن نتحدث ما قبل السابع من أكتوبر كان يصل العدد في ذروة أيام الصيف إلى 40 ألف يومياً وبالتالي المتضرر الأكبر هم الفلسطينيين إسرائيل بالتأكيد ستستخدم هذه العملية من أجل مواصلة العمليات بالداخل الفلسطيني ستستخدم هذه العملية وتوظفها من أجل الإساءة إلى الأردن ومع أصدقاء الأردن بالمحافل الدولية إسرائيل ما قبل العملية وخلال الأيام الماضية ومنذ وضوح الموقف الأردني أمام الجميع وكان الموقف الأردني واضحاً على الملأ منذ السابع من أكتوبر سأتي إلى الموقف الأردني والشارع الأردني يا سيدي حسبما قرأت من وكالة البطراء الأردنية ذكرت أن السائق مهد دياب كان جندي متقاعت وأن العملية وقعت في قسم نقل البطاعة لهذه المعلومة أي دلالة برأيك؟ أي دلالة ستصلاة؟ يعني بداية أخي الكريم وكالة الأنباء الأردنية لم تشير إلى أنه جندي متقاعد هذا الأمر لم يكن أي إشارة له نحن نتحدث عن شاب رحمه الله موليد عام 1985 إذا أردنا أن نتحدث وأنا لا أؤكد من بوابة عدم إثارة المشكلات أو من معلومة أن المعلومة خاطئة هذه نقرأ وهذه نقرأ أخرى عدم دقة المعلومة وكالة الأنباء الأردنية لم تشير إلى أنه جندي وكالة الأنباء الأردنية إذا سمحت لم تشير بأنه جندي متقاعد لكنها أشارت بأنه موليد عام 1985 الآن إذا أردنا أن نتحدث بحسب دقيقة موليد عام 1985 خدمي 21 سنة بأي مؤسسة أمنية مستحيل يكون متقاعد الآن جيد سيد صلاح وبالتالي أنا أستبعد هذا الجانب سيد صلاح نقطتان قبل الرحيل النقطتان النقطة الأولى أن شارع الأردني في حالة غليان منذ 11 شهرا مع العدوان والحرب حرب الإبادة على قطاع غزة فهل أتوقع مزيدا من هذه الأعمال الفردية هذه النقطة نقطة أخرى فيما ورد على لسان رئيس مجلس غور الأردن أقرأ لك ما قاله دعا إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة ما قول الأردن في هذه الكلمات يا سيد يعني بداية بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية الأردن موقف واضح منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم تجاه التصعيد الإسرائيلي وإسرائيل تنظر إلى الأردن باعتباره عدو نتيجة المواقف السياسية الواضحة والأردن لديه تحركات دبلوماسية على صعيد دول العالم والتحركات كانت تطابق بالموقف الأردني المصري وموقف الأردن مع عدد من الدول بالتالي كل ذلك غير رؤية الإعلام الغربي تجاه أحداث السابع من أكتوبر ورأينا والكل يعلم كيف كان الإعلام الغربي يمارس التضليل والتدليس والإنحياز في بداية الأحداث والإنحياز إلى إسرائيل الأردن منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم قاربنا على ثلاثمية وأربعين يوم الأردن شهد أكثر من أربع آلاف فعالية مسيرات مؤيدة متضامنة حبلات لجمع التبرعات للأشقاء بفلسطين بالتالي هذا ليس غريبا على الموقف الأردني موضوع الانزالات الجوية التي بدأها الأردن وتعاون معها الأردن أما فيما يتعلق بغور الأردن الأردن يدرك تماما بأن إسرائيل لديها مخططات من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية لديها مخططات لتهويد القدس الأردن اتخذ المزيد من الإجراءات خلال الأشهر الماضية من أجل الحفاظ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من أجل الحفاظ على تشبث أهل القدس والمناطق المقدسة وعدم خروجهم من هذه المناطق لأن الأردن يدرك بأن إسرائيل لديها مخططات من أجل تقويض قيام الدولة الفلسطينية بالتالي الإسرائيل تنظر إلى الأردن أنا بشكرك سيد صلاح لأنه رفضت الوقت أشكرك جزيل الشكر على أمل اللقاء